مرحبا لكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم صباح الوطنية نروحوا نشوفوا يا درا وش طيبة لنا الشاف لنهار اليوم لو وش رح طيبة لنا الشاف لنهار اليوم يعني سقمتكم يا درا نشافوا نشافوا بعضنا خلينا نشارفوا تارا خير ها هيدا اليوم يا الله سيدتي يجي بي ورقة وقلم أنا حينديروا الجواز تعل جلبانا ياك نديروا مرقة حمرة الله الله ونديروا تاني بوف الجوخ تدبيرت على الحار كيفاش نحتف دوبين طيب بوف الجوخ عرفوش هادا ها ها انشانتي دوكتا عرفوك مرحبا بك يا ميسيو بوف الجوخ مرحبا بك عدنا الموهم بوف الجوخ ينضر بالحار باش كيشو الحار باش ما يدبالناش الفريجي دار كيفاش نتديرولو نطيبوه باش يشدنا مدة أطول حتى ثلاثين يوم يديرو فقط في بلارة تكون تعزجاج محكمة الآغلة يعني هادي تدبيرا تدبيرا ونشدوه كل مرة ونضيوه نحطوه الله الله فوق الطبرة باش نناكلوه منو يدرنا حنشوفه قبل المقادير تعجوز تعالجلبانا وبعد انا رحوا عند مسيو بوف الجوخ يالله باش نعرفك به يا عبود الموهم لديونفة صعيدة نعبود واسمو بوف الجوخ لا بالله عليك بالله عليك يا سيدة زهر ها خلونا نضعهم المقادير خلونا في رمضان عندنا الجلبانا لأنه سنضروا جواز تعالجلبانا عندنا بيانسور الزر تعالجج كل واحد وش يحبي دير عندنا التوم عندنا السمن الملح لطومات كونسنتخي وعندنا كذلك شوية العكري فلفل الأسود وراس الحانوت هذا بالنسبة لجواز تعالجلبانا ولا في بوف الجوخ ووش نحتاجه عندنا الحر اللي كوش تقدروا تديرو كيلو وزوج كيلو وثلاثة كيلو ما حبيتو وتخلوه حكا طيلة شهر رمضان إذا عندنا الحر ندرت هنا حوالي خمس حبات فقط قطعتهم هكداية نقطعهم في الرقيق نسحقوه شوية توم معاه والزيت هذا مكان وشوية عرص الحانوت شوفوكيش نديرو نبدو وقبل الجواز رح نسخنوه وقبل المرميطة تعالنا شاف الفلفل ماشي مشوية تعال تدبيرا لا لا ماشي مشوية حلونا خضر زهرة خضر الفلفل يكون خضر عادي من شوية واش إذا نسخنوه قطني جرتانا نحط فيها شوية تعال سمن بينسخ من هكدا نخلوه كما نقولوه حتاوين يدوب لنا شوية من هكداية ها وفي نفس الوقت ندير هنا شوية تعال الزيت باش ندروبو في الجوخ هكدا ها هكدا هحنديرو شوية تعال الزيت نعم ها هكدا يلا في ها الاثناء نقولو المشاهداتنا الكرام من تتاحسون بنا من خلالالالرقام الظاهرة هكيد أسفل الشاشة ها هكيد رمضان يحلى بكم بإتصالاتكم دايمة محطة يشاركو معنا إنسوهم وعندنا مساركوز ما شيء أشتكرو الأمك أكيد يشاركو معنا في مساركت سابقة д—电 يجاين Shatch لقد جاءت البارح معنا كما قولوا فائزة لنكملوا الوصفات الجمالية باش نطرحوا عليكم السؤال الثاني ايضا هكذا سخنت لنا شوية زيت واش ندره في بوف الجوخ نجي مباشرة نحط الحار ديالي هكذا ندر له شوية الملح هكذا باش ما يجي نشم السوس وندر له ثاني شوية التوم وندر له شوية الفلفل الأسود وشوية عرس الحانوت ونخلوه يطيب غرف المادية لما ندره لي ما نواله حتى يتبالي في الزيت اوكي هذا كل ما لحيخليه يعني يطلق المنتاعه يطلق المنتاعه وندر له شو عرس الحانوت فقط عفوا نكدايا ونخلوه حتى يطلق كما نقولوا المنتاعه يعني تدبيره بزدف مليحات هاي لها بزدف زهر عب لكن هذا كيف ينحط تعرضي الضيف ما تقعد كل يوم ما فهمت عندك تبديم البلارة قالوا كيف ينحط تتحطه في ديزاسية صغار عبود ديزاسية صغار كل القيمات وتأكل به للجواز تأكل وش حبي تعبود هاي لك شوكي نس بزف تحب الحار وش نوو دو كنقص لونا يعلى نارها ديال ونخليه لانو ما نشح المرقوه قط دوما يطيب اللي نحط التوم هنا بش نديره لجواز ندير التوم هاكده راح نحط ثاني هذو كلي زي بيس راس الحانوت وفلفل اسود وشوية تعلف الفلفل عكري هاكده ونزيدو نديرو لطومات كونسانتخي تاعتنا هاكده هاكده يعني حاجة سهلة لما تشجل الوقت ويقتصادية في نفس الوقت كما تحبون تومات هاكده نخلطو كل شي مليح نزيد ندير شوية الملح في الجواز هاكده 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 المشكل في رمضان وين راح هاكده نضغل شوية تعلما هاكده 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 مالحة تدبح بزاف شوية ونبات بره هاكده هاكده نغلقه على الطابق ونجعله طيب نضيفه ونجعله بفجوخ نحركه مسكين نقوم به شوية وش بيك جيك على عين العوران لا لا هذا كوال من سيد الطابلة هاش كيف هو وصح شوف رو على نار هادي نجعله يتفجخ المهم الله على وسيلة الكلمة الجديدة اللي أرحمتنا بها اليوم سعى رمضان هادي هذا قاموس سعى رمضان نعم وسيلة كيني للعديد العائلات الجزارية يقول لك نحن في رمضان ما نطيبوش بالحار شوف ما أنا نقول لك غلا فيباقاي يحبو الحار يعني مقدير جواس بنين كل شي أنا ما نقدرش ما نشوفش التبسي تاكل الحار ما كان عندي قاعدوا الحار في الدار المرقد المفجوخ هدايا المرقد فلافاغيونت الحار كما حبيت مرحي كامل الأنواح نأكله بزاف الحار أنا لو كما يكونش الجواز بلا قدامي الحار ما تحلاليش يعني في الجواز دائما تحطي الحار نحط الحار يعبد ما تخافي شي يغير لك يعني ملقود تاعه كامل نجم يغير لك وتخاعبك الحار يفتح شهية رح يزدي يفتح لك شهية والناس يجوني الضيفة ويقولوا من عندي يحبوا الحار الله لا نحن يكون في حال الإزاسية الله كامل 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 نحن هكذا يا كما راكم تشوفوا نخلو بوفو الجوخ يتفجخ و هداك الجواز راوية كتغرب لعقل نروح وفاصل نعود نولوك اشنديل الوصفة الجمانية بوفو الجوخ تاعي وش نقولكم تفجخ تشفيخ هي أدك ذا المصطلاحات الجميلة المعبرة العاصمية شوفي هاولك هنا يالله الله راهو تواسن جيبو اندريسي وهو اللو لاني ما بيت الطيب النا المرميطات هناك كالصهرات كالصهرات انا الشغل ما زال عندي له نقدب عليك نزوخ عليك والله الغر مازال عندي الشغل ما زال شوية على بل كوش كنت ندير العامل وقدامني يعني كنت مربوطة بزب العامل لدرجة ما حضرتيش رمضان ماشي ما حضرت قديد درت مثلا كما بالجمعة درت يعني بلاسيب سحكي الأمور ما زال ما درتها ما زال ما زال انا موفا ما شي هكذا ندير بزيف تحت انا موفا يعني في رمضان يعني تصهري يعني هكذا نسهر شوية بتحماية كتر شا نشوف مسلسل ولزوجو نرقد من عندها زهرة بزهر بزع الله ما قدرت يعبوذ ما زهرتك ومشتني زهر هكي قلتيل يا قبيلة في الكوش قلتيل يا زهرة ماشي بزع في يعني بلك لوحدة بلك وكام ما احنا شخدامين نسهر نقول لك بلك نفوت نو يبلونج حتى انا موفا عجبتني تألفوذ واش قلت لك هاي تصهر ايه ولا غير هي مات يرحم دابك ما تصارش باش نبدأو بكري ها زهرة جمال رمضان والشر منتع رمضان واذاك اللي لم تسنتاعو في صهرات والله هاديك هي حلوتها يعني هادي هي ها 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 نحطوه نزيدولو بعداتك زيت زيتون زيتون وزيت الزيتون يضعوا زيت الزيتون في البوكال يضعوا في البوكال ها ما تديري يبان لك في الأول كبير الحجم التعويل ولكن بعد غير يقول لي بالزيت خلاص ساي هكذا شو يمعم توم ولا شو يتحاجج ولا شو يتحويل جواز كما تعليم لا تسخني هالقريدة على الخبز هكذا آه على القريدة على الخبز بالله عليكم بالله عليكم السكت الواحد راهو جيعان رانا في رمضان يا جماعة الخير حتى المشاهدة رانا جوعنا خلونا ها وراه فجو اختاعي صوروه نشوفو خلوني نفج خراسي اليوم عليه يلا صوروه هيا اسيا ها شوف عبود وش رأيك هاي 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 بيسورو يا عبود هاد الناس كي تحب الحار تحطوه في اين بوات وتخليه تفوت بي رمضان كونتر هاد مكن خدر تحطوه في لابوات هاديك وتحطوه زيت زيتون وكل عشي وتقدري كدليك تحطوه كيما راهو داخل لابوات تحطوه ورقة عرند ورقة عز عطرة تحطوه 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 وارجعيني الخبر يا زهرة واشو قولك ولا غير نروح للدار نديرها ديريها ديريها على بالي بلك ديريها وتبعتيني اذا الجلبة نتعنا راهي بطيب نشوفو حاجة واحد اخرى ونعود نلجي ونرحوا فاصل يلا مشاهدين الى هذا الفصل الاعلاني الكثير تصير نروحوا يعني فاصل معاكم مشاهدين يعني ونعودوا نرجعوا نشوفوا الوصفات على نهار اليوم ونشفتوا يعني التدبير رايتوا راح تفيدكم ان شاء الله في ايامكم خلال هذا الرمضة الكريم وروحوا نرجعوا الواسيلة ونشوفوا الوصفات ها صاي جواز سعنا حنطفيلو بوفجوخ شفتوها رانيسي بريسيتو ودوكا روحوا نشوفوا الجواز سع الجلبانة تاعنا بالجاج اقتصادي وبنين يلا راح ندريسي هذا نزيدو روغل شو يا دي فريت اوه تموت والله غرقكة انت من نوع اللي يحب لي فريتا اوه لازم ما كيش جوازا نحس بله لي فريت شوف المرقة تاعو كيفاش عاقدة يا عبود بالطبع شوف عاقدة ايها اوه هايلك هايلك شوفي 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 هاكدا هاك البخار كده يطلع شتيه ها دوين طب احنا باش نورلهم اللي نطيبوه على المباشر هاكدا راح ندلو شوية معدنوس هاكدا هاكدا وندللو كارتي سيتخون هاكدا وندللو حبات تاع الطماطم الكارازية باش ندلو شوية الوين فقط هاكدا وبصة حوله هنا على مشاهدينا الكرام طبقنا سهل سريع يعني باش تصورهن نادرويش والا حبيبتي يصوريه هاو طبق تاعنا صايرا يتبقوا بقل قدر اشوفي شي قدر تاع الفخار تشتسخانة والمثلة فيهم تجيبين اكثر بينسو في الفخار رمضان لازم لازم نشربه في الفخار اه يقدب عليك لازم نكون شيف الفخار اذا ان شاء الله تكونوا سفتوا معنا مشاهدينا من تدبيره اليوم تاع الحاركي باش نشدوه مدة اطول و باش نحطوه على المعيدة يعني فقط قلنا دلوزي الزيتون وحطوه في بلارة محكمة الاغلاق خلوه في الفريجي دار كل ما تجوا تحطوا شبحوه طابلتاكم ويلا خرجوا منو كما تقدو دلو وريقارند ولا عوتاز عطرة ولا حتى التوم او شو يميز يعني بلو قشرتها فقط نتقبوها بالكعودة ونخلوها باش نكهنا هذيك الزيت ومرة الجاي نحفهمكم هذيك الزيت واش نقدروا نديروا بها تاني وعندكم بيشغل جواز هوليك تعلج البانة تعلن لدرنا بزدر تعلجج شبان حكي ماراكو تشوفوه يابا بيوبكو لا سيمبلي سيتي حاجة سهلة اقتصادية وبنينا كيمانتوما قولكم انا صحاف طرقكم ونلقاكم دائما موعدي بيهم غدا ان شاء الله كونسنتروا دائما في الوصفات الجمالية باش يقدر تربحوا معنا دائما كما قلنا الهدية المعتبرة من عندي فاكوس وهي عبارة عن دو باكل للعائلة تاع الصغر وتاع الكبار منتجات تجميلية لكم انتوما مشاهدينا